بعث سيدنا يونس عليه السلام نبياً في القرن الثامن قبل الميلاد ويعود نس سيدنا يونس عليه السلام إلى جده الأكبر بن يامين قال تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقد كان سيدنا يونس عليه السلام من أهل نينوة يونس بن متى ذنون نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعود نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن سلالة سام بن آشور هزموا جيوشاً كثيرة وأسسوا إمبراطوريتهم وحضارتهم العظيمة وفي القرن الثامن قبل الميلاد حكم الآشوريين الملك سرجون الثاني وابنه الأمير الشاب سنحاريب اتخذ سنحاريب من مدينة نينوة في شمال العراق عاصمة جديدة لمملكة الآشوريين وبنا معبداً كبيراً لعبادة الإلهة عشتار فقد كان الآشوريون للأسف من عبدة الأصنام وافتتح سنحاريب مكتبة نينوة العظيمة ووضع فيها من المخططات كل ما جمعه من ثقافات الشعوب التي غزاها مع أبيه وكان من أبرزها مؤلفات حضارة البابليين أكبر أعداء الآشوريين في ذلك الزمان وأكثر ما اهتم به الملك سرجون هو قصره المهيب المشيد الذي بناه على ربوة بارزة في طرف المدينة ومهده بطريق الأسود الشهير فقد كان ابنه الأمير سنحاريب بقدر شراسته في الحروب يهوى صيد الأسود مولاي الأمير سنحاريب ماذا جاء بك يا وزير؟ أمر مهم يا مولاي ألا تعلم أنني في رحلة صيد؟ أعلم أعلم ذلك ولكن مولاي الملك سرجون اشتد عليه المرض في غيابك وألح علينا في لقائك إنه يخشى أن يرحل عن الدنيا دون وداعك أبي؟ قطع الأمير سنحاريب رحلة صيد الأسود وعاد مسرعا إلى نينوى ليطمئن على أبيه الملك سرجون ثاني وكما قال الوزير أزعيا كان يخشى الأمير أن يموت الملك الأب بدون أن يودعه بنفسه أبي أبي سنحاريب حمدا للرب بأنني رأيتك قبل الموت لن تموت يا أبي لن تموت الموت نهاية محتومة إهدى يا بني واستمع جيدا إلى وصيتي وصيتك؟ نعم تعلم كم أحب نينوى المدينة التي بنيناها معا وأنا أيضا أحبها إذن قدم لي دليل حبك لها وما هو؟ أن تبقى فيها وتستكمل ما بدأناه من تعميرها ولا تتركها إلى غيرها من المدن تريدني أن أترك مدينة بابل بعد أن فتحناها وخلصناها من أيدي البابليين؟ لقد وليت عليها أخاك صاغور صاغور صغير يا أبي وليس لديه خبرة بالحكم والقتال وسيحتاج إلى دعمي لا يا سنحاريب لا تترك نينوى من أجل بابل يا أبي لو تركنا صاغور وحيدا هناك سيطمع وأطور ملك البابليين وسيعود إلى المدينة التي انتزعناها منه أخوك صاغور قادر على حماية بابل ونينوى عاصمة ملكنا الأبدي سأعود إلى نينوى يا أبي بعد أن أحمي بابل من أطور لن أفرط فيها أبدا لا لا يا سنحاريب لا تترك نينوى من أجل بابل لا تترك نينوى نينوى أبي 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 وكان أهل نينوى يعبدون الإله عشتار وكان سيدنا يونس عليه السلام يتعبد بمفرده على أعلى الجبل وكان عليه السلام ربانيا يعبد الله الواحد وينتظر رسالة جديدة من السماء كان يدعو الله أن يبعث رسالة تشرق على الأرض وكان يدعو الله تعالى ويقول في دعائه إلهي وسيدي وخالقي انتشر الفساد وساد الظلم بين العباد والبلاد انحرف الناس عن الحق وأصبحنا بحاجة إلى تدخل السماء اللهم فيضا من نورك العظيم تضيء به قلوب المؤمنين كما أضأت الكون بنورك وحكمت الحياة بعدلك وحكمتك اللهم نصرا للمظلومين وهدى للحائرين وبعضا من قوتك للطائعين المستضعفين في هذه الأثناء كان نبي الله يونس عليه السلام يتلقى وحي السماء من سيدنا جبريل عليه السلام كان حريصا على حفظ تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ليعيد الناس إلى الطريق الحق والرشاد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وها هو متى والد سيدنا يونس استطأ عودة ابنه إلى البيت وصعد الجبل ليطمئن عليها يونس لك أيام تتعبد في محرابك ولا تأتينا في البيت إلا قليلا فماذا أصابك يا بني؟ قال يونس عليه السلام والله يا أبي ما أصابني إلا الخير استفاني ربي من بين البشر وبعثني نبيا أحمل نور الإيمان سبحان الله والله كنت أشعر أن نبيا من نسل جدي يعقوب سيبعث في هذا الزمان ولم أدري أنه سيكون أنت يا بني قال يونس عليه السلام ادعو الله يا أبي أن يعينني على تحمل هذه المهمة الشاقة فليس أثقل على بني البشر الآن من أن تدعوهم إلى الهدى بعد الضلالة وإلى العزة بعد الهوان اطمئن يا بني مادم الله بعثك بالحق نبيا فهو يعلم أنك تقدر على تبعات الرسالة لمحالة سبحانه وتعالى أعلم أين يجعل رسالته فاستجاب الله لدعاء نبيه واهتزت السماء فكانت تلك الإشارة العظيمة لبعثة النبي يونس عليه السلام وكانت إشارة إلى دعاء قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة دين العدل والإحسان والهدى وبعث يونس عليه السلام نبيا في هذه الأثناء كان سيدنا يونس عليه السلام في محرابه يتعبد إلى الله وما زال يتلقى منه تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ابني يونس أكثر من ستة أيام وأنت في محرابك جئتك بطعام يكفيك أيام أخرى قال يونس عليه السلام شكرا يا أبي يبدو أنها آخر ليلة لي هنا على الجبل هل ستعود أخيرا إلى المنزل؟ قال يونس عليه السلام نعم يا أبي لقد بعثني الله إلى قومي في نينوة لأصرفهم عن عبادة الأصنام وأهديهم إلى عبادة الله الواحد الأحد أخشى عليك يا بني من بطشهم وهم أهل غلظة وظلم شديد قال يونس عليه السلام الله الذي بعثني إليهم قادر على أن يعصمني من أذاهم فنحن الأنبياء لا يسعنا إلا أن نلبي أمر الله تعالى وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وبدأ النبي يونس عليه السلام يدعو قومه فردا فردا لعبادة ربه تعالى وكان يعلم أفراد قومه أن الله تعالى هو خالق الكون وأنه الخالق الحق والشاف والرازق وأن لا يشرك به شيئا نهضت البقرة التي كانت مريضة وقال يونس عليه السلام لصاحبتها العدوز نيهار هنيئا لك شفاء بقرتك يا أمي كيف شفيت بهذه السرعة؟ ماذا فعلت لعلاجها؟ قال يونس عليه السلام لم أفعل شيئا فقد دعوت الله لها بالشفاء أنا أدعو الربة عشتار منذ أيام طويلة وظلت البقرة مريضة قال يونس عليه السلام أما أنا فلا أعبد عشتار لا تعبد عشتار؟ فأي رب تعبد إذن؟ قال يونس عليه السلام أنا أعبد رب الناس إلها الناس إلها واحدا لا شريك له لا أفهم ما تقول قال يونس عليه السلام ربما تفهمين لاحقا أما الآن فأنا جئت متعبا من أطراف المدينة حيث أقيم مع أبي فهل تدلينني على مكان قريب أقيم فيه؟ إذا كنت ستبقى كثيرا بيننا فعندي في منزلي حجرة في الطابق العلوي يمكنني أن أؤجرها لك قال يونس عليه السلام حسنا وأنا قبلت مهما كانت قيمة الإيجار وأرجو أن تساعدينني في إيجاد عمل أتكسب منه طبعا أساعدك لقد عالجت بقرتي سأعرفك بجار لي عنده أغنام كثيرة وكان يبحث عن شاب يرعاه له ما هذا؟ هل دخلت منزلا آخر غير منزل العجوز نهار؟ روبير أهلا يا ولدي أهلا يا عم لأول مرة أرى منزلك بهذه النظافة والنظام هذا من فضل الربة يا بني تفضلي جئتك بطعام يكفيك عدة أيام أتعبت نفسك يا ولد كان لابد أن أأتيك بهذا الطعام فأنا أعلم أن بكرتك مريضة فلا تأخذ منها لبنا ولا حتى تقطري على ذبحها ليستفيد من لحمها الحمد لله لقد عالج البقرة وحلبتها وشربت اليوم من لبنه من الذي عالج البقرة؟ الذي نظف ورتب المنزل ألديك أحد غيري يرعى كواية لزيارتك؟ إنه شاب يدعى يونس بن ماتة يسكن في أطراف المدينة وكان يزورني على فترات ما إن أمسك البقرة ودعى بشفائها رأيتها تنهض وتشفى في ثوان معدودة هيف ذلك؟ وبماذا دعى؟ لم أسمع دعاءه جيداً نطق بكلمات لم أفهمها ظننت أنه يدعو الربة عشطار فقال لي أنه لم يعبدها في يوم من الأيام لا يعرف عشطار؟ فمن يعبد إذن؟ قال إنه يعبد إلها واحداً لا شرك له وسيحدثني عنه لاحقاً إلها واحداً لا شرك له؟ أين هو هذا الشاب؟ أريد أن أتحدث إليه إنه في الجبل يرعى أغنام جاري بولين لقد طلب مني عملاً يقتات منه أولم يقل لك لماذا جاء إلى نينوى؟ لا لم يقل حتى الآن إن كلامه قليل ويبدو أنه يحمل من الأسرار الكثيرة والكثير يونس بن متة علي أن أبحث عنه حتى أجده لا تتعب نفسك سيعود إلى هنا حتماً لقد استأجر مني الغرفة العلوية حسناً يا أمي سأعود إليه أنا الآخر تعرف روبيل على النبي يونس بن متة عليه السلام وتناول معه الغداء ورأى من أدبه وحسن أخلاقه أكثر مما سمعه من العمة نيهار ثم واصل معه حديثه إلى بداية الليل حدثتني عنك العمة نيهار كثيراً قال يونس عليه السلام وحدثتني عنك كثيراً قالت إنك أكثر من يودعها ويهتم بها بعد وفاة زوجها أرى فيها أمي الراحلة وأراها قد ظلمت كثيراً وأحاول أن أساعدها في استرداد حقها قال يونس عليه السلام جزاك الله خيراً فكما تساعد الناس يساعدك الله تقصد الرب تعشتار؟ قال يونس أنا لا أعرف رباً بهذا الاسم ولا أعبد غير ربي لا إله إلا هو إلها واحداً ولا أشرك به أحداً وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاهَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةَ هذا الكلام قالته الأميرة بلدة في حفل زفافها عندما رفضت أن تركع لصنم عشتار أأنت يهودي مثلها؟ قال يونس عليه السلام لست يهودية وإن كنت حفيد بن يمين أخ يوسف عليه السلام بن يمين أخ يوسف لقد قرأت عنه كثيراً أأنت حفيده بحق؟ قال يونس عليه السلام نعم أنا من نسل بن يمين ولي الشرف كيف تكون حفيد بن يمين ولست يهودياً مثله؟ قال يونس عليه السلام ضيع اليهود الأمانة انحرف معظمهم عن دينهم وحرفوا التوراة لمصالحهم الدنيوية أفسدوا في الأرض ظلموا وقتلوا وخانوا فكان لابد من نبي جديد يبعثه الله إلى الناس بدين جديد يهديهم ويعيدهم إلى طريقه المستقيم نبي جديد بدين جديد؟ أي نبي هذا؟ قال يونس عليه السلام أنا ذلك النبي أنت؟ قال يونس عليه السلام نعم أنا اصطفاني الله لهذه المهمة العظيمة اختارني لأحمل رسالة السماء إلى أهل نينوة فمن هو الله الواحد الذي تعبده؟ قال يونس عليه السلام الله الذي خلق الكون بكل ما فيه ثم خلق الإنسان فسخر له الكون بكل ما فيه وأمره أن يعمر الأرض ولا يهدب وأن يصلح فيها ولا يفسد ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وما هي رسالة السماء إلى أهل نينوة؟ قال يونس عليه السلام أن يعبد الله إلهاً واحداً لا يشرك به شيئاً وأن يتركوا عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وأن يعدلوا فلا يظلموا وأن يصدقوا فلا يكذبوا وأن يرحم قويهم ضعيفهم وأن يتصدق غنيهم على فقيرهم وأن يعفوا عن بعضهم حتى يعفوا الله عنه ولكن كيف يمتنع أهل نينوة عن عبادة الأصنام؟ كيف تركون دين آبائهم وأجدادهم؟ قال يونس عليه السلام لم تكن عبادة الأصنام دين آبائهم وأجدادهم إن أباناً الأول آدم عليه السلام قد جاء برسالة التوحيد التي بعثت أنا بها الآن ثم انحرف أحفاده عنها حتى ظهرت عبادة الأصنام ولو ظل الناس على دين آبائهم وأجدادهم ما تركوا التوحيد ولجأوا إلى الوثنية وما ظلموا وما كذبوا وما فسدوا وكيف أؤمن بإله لا أراه؟ قال يونس عليه السلام ولكنك ترى أدلة وجوده في كل الخلق من حولك قل لي هل تؤمن بأن داخل جسدك روحاً هي التي تمنحك الحياة؟ فإذا فارقت جسدك فارقت أنت الحياة؟ نعم أؤمن يونس بن متة ادع لنا ربك لنأخذ حقنا من الملك وأمه قال يونس عليه السلام أيها الناس لقد جئت بدين جديد لا يرى الدعاء حلاً أصيلاً لكل المشاكل إنما نتوكل على الله فنأخذ بالأسباب ثم ندعوه بالتوفيق وأي أسباب تلك التي سنأخذ بها لنستعيد حقوقنا المسلوبة؟ قال يونس عليه السلام تلجؤون إلى القضاء القضاء كلهم يخافون الملك ويفعلون ما يأمرهم به قال يونس عليه السلام ما ضاع حق وراءه مطالب وإذا صلحت الرعية صلح إمامهم اتركوا عبادة الأصنام وآمنوا بالله الواحد الأحد لا شريك له يغفر لكم ذنوبكم ويثبت أقدامكم وينصركم على القوم الظالمين أيها الناس فليعد كل منكم إلى بيته وإلا أمر الملك بحبسكم جميعا أنحبس لأننا نطالب بحقنا؟ إلى متى يستمر هذا الظلم؟ هل يرضي ذلك الربة عشطار؟ أما أنت يا يونس فجلالة الملك يحذرك بشدة لا تحرض الناس على معصيته قال يونس عليه السلام لا أحرض أحدا على معصية الملك لقد جاءون يستغيثون بي ويطلبون مساعدتي في استعادة حقوقهم ليس لهم أية حقوق قال يونس عليه السلام يعلم الملك جيدا ما للناس عنده وعند أبيه الملك الراحل أخبره بأن يتق الله في الرعية فهم يواجهون الآن خطر الموت جوعا ولو استمر الملك في ظلمهم لن يجد ما يبكون عليه وأخبره أيضا أن خطر الجذب والجوع لن يفرق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم وأن الصنم عشتار لن ينفع الناس في هذه الأخطار لا فائدة من هذا الكلام لقد أمر الملك سنحاريب بطردك من المدينة أمامك حتى صباح الغد فإن بقيت بعد ذلك حكمت على نفسك بالسجن أو الموت وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَاءَ فَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَمْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ يونس بن متى ظننتك غادرت مينوى قال يونس عليه السلام أغادرها الآن بأوامر منكم ما زلت أذكر صنيعك معي عندما دعوت لزوجة الأميرة بالشفاء فشفيت في الحال قال يونس عليه السلام هذا ما حملك على طرد من المدينة حملني على طرد كأن ألبت الناس علي وجرأتهم على طلب حقوق ليست لهم ورغم ذلك يمكنني أن أساعدك بشرط واحد أن تدعو الله أن ينزل علينا المطر فيرتفع منسوب الماء في النهر ونستطيع أن نسقي الزروع والمواشية والناس وننجو من خطر الجوع والهلاك قال يونس عليه السلام تريدني أن أدعو الله فأي إله تقصد؟ الصنم الذي تعبدونه فلا يضر ولا ينفع أم الله الواحد الأحد الذي بعثني إليكم بالحق بشيرا بالخير في حال الإيمان ونذيرا بالشر في حال الكفر؟ ادعو إلهك ولكنت على حق فيستجيب لك وينجينا من الهلاك قال يونس عليه السلام أهذا شرطك علي لأبقى في نينوه؟ نعم قال يونس عليه السلام فلنتعهد إذن أمام الله الذي تريدني أن أدعوه لينجيك وقومك من هلاك قريب على من نتعاهد؟ قال يونس عليه السلام إذا دعوت الله فأنجاك وقومك تؤمن أنه لا إله إلاه وأنني عبده ونبيه أتساومني على تغيير ديني؟ قال يونس عليه السلام لا والله أنت لست في حاجة إلى مساومتي فإذا رأيت بعينك أن ربي قد أنجاكم فسوف توقن من نفسك أنه الإله الحق وإذا أمنت أنت آمن قومك أجمعون وأصبح إيمانهم في ميزان حسناتك إلى يوم الدين أنت تطلب مني شيئا صعبا فليس أصعب على الإنسان من أن يغير دينه وعقائده قال يونس عليه السلام ليس أصعب على الإنسان من أن يعرف الحق ثم يحيد عنه ربما أنذركم الله بالهلاك حتى ينجيكم من الكفر يونس بن متى أعاهدك على أن أؤمن بربك إلها وبك نبيا إذا دعوت ربك فأنزل علينا المطر وأنجانا من الهلاك وبعد أن عهد الملك سنحاريب النبي يونس عليه السلام على الإيمان بالله تعالى إذا دع الله وأنزل عليهم المطر ونجوا من الهلاك وقف يونس عليه السلام في أعلى الجبل ودعا ربه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا حنان يا منان يا رؤوف يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا رحمن يا رحيم يا كريم شيء عجيب لقد نزل المطر قال يونس عليه السلام الحمد لله رب العالمين لقد استجاب ربك لدعائك بسرعة لم أتصورها قال يونس عليه السلام وبقي أن تستجيب أنت أيها الملك وتؤمن بالله وحده لا شريك له وبأنني عبده ورسوله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير واستمر النبي يونس عليه السلام بدعاء قومه فآمن عدد منهم واستمر بدعوة الملك سنحاريب إلى عبادة الله بعد أن حبس زوجته لأنها اتبعت ملة يونس عليه السلام ولكن الملك لم يستجب لدعوته فبدأ بقتل من آمن بدين يونس عليه السلام أو حبسه وقد رأى النبي يونس عليه السلام أن يخرج من هذه القرية الظالم ملكها يا نبي الله هل أنت مسافر؟ قال يونس عليه السلام نعم مسافر سأرحل عن هذه القرية الظالم أهلها وهل أذن الله لك بالخروج؟ قال يونس عليه السلام أشهد الله أنني ما قصرت في رسالتي ربما يكون في خروجي نجاة للآخرين مثل مليخة الذي قتل عندما آمن بي لن أنتظر حتى يقتل روبيل أو الأميرة جولدا أو تقتل أنت يا عمه أو نهرب معك مني نوى؟ قال يونس عليه السلام ربما تستطيعون الهروب في وقت لاحق ولكنني قد ضقت ذرعا بهذا الملك الظالم وأمه وكبير كهنته سأرحل إلى بلد آخر يستقبل دعوتي بترحاب فينشرح لها صدره ويغمره نر الإيمان ولكنك توعدت الملك بعذاب أليم قال يونس عليه السلام ولم يأتبع لله حكمة في كل شيء أما أنا فراحل لا محالة في أمان الله يا نبي الله في أمان الله خرج النبي يونس عليه السلام باتجاه البحر فقد رأى أن يخرج من هذه القرية الظالم ملكها فواجد على الشاطئ سفينة تحمل الركاب والبضائع فطلب من ركابها أن يركب معهم قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون سارت السفينة في البحر وبدأت الرحلة رأى يونس أن بإمكانه مواصلة الدعوة إلى الله في بلد آخر ليس فيها الظلم والفساد والكفر الذي رآه في نينوى كان يشعر في داخله أنه ربما تعجل في الخروج من البلد قبل أن يأذن له ربه ولكنه خرج يائسا من إيمان أهل نينوى به وبدينه أمر الملك بإخراج زوجته من الحبس بعد أن خرج النبي يونس عليه السلام من نينوى وفجأة تأتي ريح عاصفة تدمر نينوى وعلم الناس أن العذاب واقع بهم بعد خروج النبي يونس لعدم إيمانهم بربه وعرف الناس حقيقة صدق دعوته أخبرني الحارس أنك أمرت بإخراجي من السجن نعم كرامة لوالدك وليس لأنني راض عنك ولأن يونس ابن متى قد رحل عن نينوى رحل يونس نعم هرب منا بعد أن وعدنا بعذاب لم يأتي فكان ذلك دليلا على كذبه والله لم يكذب يونس قط بل فر منكم كما فر موسى من فرعون أما زلت تؤمنين به حتى بعد رحيله؟ آمنت برب يونس وقد رحل يونس وما زال الرب موجودا أين هذا الرب؟ لماذا لم ينصر نبيه ويوقع علينا العذاب الذي توعدنا به؟ يا إلهي يا إلهي ما هذا الصوت؟ انظر إلى ذلك الدخان الذي ينبعث من السماء؟ سنحاريب أدركني يا بني لا أقوى على هذا الدخان وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لم يعلم النبي يونس أن الله تعالى أنزل العذاب على أهل نينوى وفجأة في عرض البحر حدثت عاصفة عجيبة اهتز لها كل شيء فكانت الأمواج العالية تتلاطم والسفينة تهتز والأمطار تهطل بكثرة أيها الركاب العاصفة قوية والموج عال علينا أن ننجو بأنفسنا نجدف معا حتى نعود إلى الشاطئ فبقاؤنا في البحر فيه خطر كبير علينا هيا هيا نجدف معا كل منا يساهم في التجديف شارك الركاب جميعهم في التجديف بغية الرجوع إلى الشاطئ حتى لا تغرق به مستفينة في هذه الظروف الصعبة وقد ساهم معهم سيدنا يونس عليه السلام في التجديف هيا يا رجال هيا يا رجال يا رجال لنجدف بقوة أكبر هيا الرياح شديدة تدفعنا عكس اتجاه الشاطئ والأمواج عالية جدا أخشى أن لا نستطيع الوصول إلى الشاطئ ليس أمامنا حل آخر إنها مسألة حياة أو موت قال يونس لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نجنا من هذا الكرب العظيم أيها الرفاق لا فائدة من محاولات التجديف كلما جدفنا نحو الشاطئ جرفنا الموج إلى عرض البحر سنغرق جميعا لو بقينا على هذا الحال ليس أمامنا إلا أن نتخلص من كل البضائع والأمتعة ها نحن قد تخلصنا من كل البضائع والأمتعة وما زالت السفينة تهتز والخطر قائم ليس أمامنا الآن إلا أن نتخلص من أحد الركاب لتخفيف الحمولة وكيف نتخلص منه؟ نلقيه في البحر سيموت حتما يموت فرض واحد ليحيى بقية الركاب ومن هذا الذي سيضحي بنفسه من أجل الجميع؟ ليس أمامنا سوى الاستهام كل منا يكتب اسمه ثم نضع الأسماء في وعاء ثم نقترع فنختار سهما ومن تقع عليه القرعة نرميه في البحر يونس بن متة قال يونس عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه العبد الصالح يونس كيف نلقيه في الماء؟ أكذا يغضب الله علينا فنغرق جميعا أجرى ركاب السفينة لاختيار مرة أخرى فوقع السهم على النبي يونس عليه السلام فقد كان الركاب يعرفون أنه صاحب صلاح وكرامات وخافوا من عقاب الله لهم فقرروا أن يعيدوا القرعة مرة ثالثة وللمرة الثالثة تكون القرعة من نصيب النبي يونس عليه السلام يونس بن متة شيء عجيب نستهم ثلاث مرات وفي كل مرة تكون القرعة من نصيب هذا العبد الصالح قال يونس عليه السلام لا والله لقد نفذ أمر الله الآن عرفت أنه سبحانه يعاقبني لخروج من نينوى بدون إذنه وإني لمستجيب لأمر الله أيها العبد الصالح لن يجرؤ أحد منا على إلقائك في البحر قل لنا ماذا نفعل؟ قال يونس عليه السلام لا تفعل شيئا إنها إرادة الله وسألقي أنا بنفسي في البحر تلقي بنفسك في البحر؟ قال يونس عليه السلام نعم وليفعل الله ما يشاء قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم وبقي أهل نينوى يدعون الله تعالى لينجيهم من العذاب الأليم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين استجاب الله تعالى لدعاء أهل نينوى وأمن الملك سنحاريب برب يونس عليه السلام اللهم إني أشهد لك بأنني آمنت بك إلها واحدا لا شريك له وآمنت بيونس عبدك ونبيك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم اجعلنا أول أمة ترى العذاب فتؤمن قبل أن يصيبها اللهم أغثنا اللهم أغثنا أغثنا يا الله أغثنا يا الله الحمد لله لقد نجونا زالت الغمة زالت الغمة الحمد لله فقد استجاب الله لدعاء أهل نينوى فكانوا أول أمة ترى العذاب ثم لا يقع عليها بسبب إيمانهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون هل ابتلعت نبيا؟ فسمع الحوت صوتا وكأنه وحي من السماء يقول نعم هو نبي يوم كامل ويونس في بطن الحوت والحوت يسبح في أعماق البحر ويونس عليه السلام يفكر في مصيره فيقول يا رب قضيت لي أن ألقي بنفسي من السفينة فظلنت أنك قضيت بموتي ثم بعثت إلي هذا الحوت ليبتلي عني فشعرت أنك قضيت بنجاتي فكيف النجاة وأنا في ظلمات ثلاث؟ إن كان هذا عقابك لي فأنا راض به أستحي أن أدعوك لتكشف بلائي ولكني أدعوك لتغفر لي نعم تسرعت في الخروج منين وبدون إذن منك ولكني يئست من إيمانهم بك وظلنت أني قادر على أن أبلغ رسالتك في قوم آخرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ظل الحوت يغوص في عمق البحر ويتنقل بين المخلوقات البحرية بكل أنواعها فسمع يونس صوت تسبيحها لله تعالى الماء والرمل والأسماك الكبيرة والصغيرة والقروش والحيتان والشعاب المرجانية كلها تسبح بحمد الله وتقدسه فوجد يونس نفسه يسبح معها بمثل ما تنطق به لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبقي النبي يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وأوحى الله تعالى إلى الحوت أن يحافظ على حياة نبيه الكريم فكان الحوت لا يأكل لحما ولا ينهش عظما فلا يموت النبي الكريم في بطن الحوت ثلاثة أيام وأنت في بطني يا نبي الله ثلاثة أيام لا آكل ولا أشرب وأصبر على الجوع والعطش حتى لو مت جوعا وتعبا المهم أن تحيا أنت يبدو أنها المهمة التي خلقت أنا لها وسأموت من أجلها وكما أوحى الله إلى الحوت أن يبقي يونس سليما في بطنه فقد أوحى إليه في اليوم الثالث أن يلفظه من بطنه إلى خارج البحر قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبَحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين استقر يونس هناك على الجزيرة الرملية التي تعيش فيها بذرة الشجرة المجهولة التي أوحى الله لها أنها ستكون شجرة مباركة يخلدها تاريخ البشرية الآن قد انتهت مهمتي وبدأت مهمتك أيتها الشجرة في ظلك الآن نبي من أنبياء الله كتب الله له النجاة من الغرق وربما يكتب له الشفاء أو العودة إلى قومه ليسعد بإيمانهم به وليواصل رسالته التي بعثه الله بها قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقبه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين على الجزيرة وتحت شجرة اليقطين تعاف سيدنا يونس عليه السلام بالتدريج مستفيدا من الشجرة في غذائها ودوائها عرف أن الله قد أنبتها خصوصا من أجله كما جعل الحوت من قبل يبتلعه لينجيه من الغرق وفهم أنه نجح في الابتلاء لما سبح في بطن الحوت لينجيه الله من الغم ولينجي كل من قال هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبعد أن عرف أهل نينوى من ركاب السفينة أن النبي يونس عليه السلام قد ألقى بنفسه في البحر ومات عاد نبي الله يونس عليه السلام إلى نينوى وخرج جميع أهلها يرحبون بنبي الله المبارك ويحتفلون بعودته إلى مدينته وفرح النبي يونس عليه السلام بعد أن علم أن أهل نينوى قد آمنوا برسالته التي كلفه بها الله تعالى يا أهل نينوى يا أهل نينوى يا أهل نينوى هنيئا لكم بعودة نبيكم يونس هنيئا لكم بعودة نبيكم يونس بن ماتة يونس بن ماتة حيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين قبل ملايين السنين خلق الله العالم الكواكب والنجوم والسماوات وخلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق الله الأرض لم تكن الأرض مثل ما هي عليه اليوم كانت البحار تغمرها والنيازك تضرب الأرض والبراكين تبرز من الجبال مشتعلة ترمي بحممها إلى أن هدأت الأرض واستقرت وبدأت مظاهر الحياة فيها من حيوانات ونباتات تهيأت الأرض لاستقبال أول إنسان أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة فقالوا سبحانك ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بعث الله الملك جبريل ليأتيه بتراب من أديم الأرض من المرتفعات والسهول ومن الأرض السفخة المالحة ومن الأرض الخصبة العذبة ومزجه التربة بالماء وأصبح الطينا متماسكة فشكل منه ما يشبه هيئة الإنسان فتبخر الماء وأصبح الطين حجرا صلبا يابسا ثم نفخ الله من روحه في هذا الصلصال فدبت فيه الروح وأصبح بشرا سويا يتنفس ويدير نظره يمنة ويسرة أخذ يتأمل حاله وجاءت اللحظة الفارقة بين الحق والباطل إنها لحظة الاختبار الكبرى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أمر الله أن تسجد الملائكة لآدم أن تسجد لما خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه سجدت الملائكة جميعا فالملائكة لا تعرف شيئا سوى طاعة الله ولكن كان هناك مخلوق آخر لم يسجد كان إبليس وهو من الجن في عداد الملائكة حينما أمرهم الله بالسجود إكراما لآدم عليه السلام وكان إبليس مخلوقا من النار شديد الطاعة لربه كثير العبادة له حتى استحق من الله أن يقربه إليه ويضعه في صف الملائكة ولكن إبليس عصى هذه المرة الأمر الإلهي بالسجود لآدم وشمخ بأنفه وتعزز بأصله قال الله سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أنا خير منه لقد خلقتني من النار أما آدم فمخلوق من الطين النار أفضل من الطين أسجد لمن خلقت طينة؟ قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ربي ربي إني لم أقصر في طاعتك وعبادتك أمهلني أمهلني يا رب أمهلني إلى يوم الدين أنظرني إلى يوم يبعثون قال الله عز وجل فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولأغوينهم أجمعين أعطى الله سبحانه وتعالى إبليس اللعين ما طلبه من نعيم الدنيا والسلطة على بني آدم الذين يطيعونه وجعل مجراه في دمائهم ومقره في صدورهم إلا الصالحين منهم فلم يجعل له عليهم سلطان عصى إبليس الأمر الإلهي بالسجود لآدم وظل يلتمس الأعذار إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعفيه من السجود لآدم وما فتأ يتدرع بطاعته وعبادته لله تلك العبادة التي لم يعبد الله بمثلها ملك مقرب طرد الله إبليس المتكبر من حضرته طرده من رحمته فحقد إبليس على آدم حسده أولا ثم حقد عليه وأصبح شغله الشاغل كيف يقضي على آدم وكيف يضله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أراد الله تعالى أن يعلم الملائكة حكمة خلق آدم عليه السلام فسألهم عن أسماء بعض الأشياء فردت الملائكة بتنزيه الله وأنها لا تعلم شيئا وكان الله قد علم آدم الأسماء كلها فقال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم آدم فأدركوا حكمة الله سبحانه وأن هذا المخلوق الترابي قد استحق التكريم منهم بالسجود له وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون خلق الله آدم وحيدا لا يجد من يألفه ويشاركه أفراحه وأحزانه ولما نام آدم واستيقظ ونظر إلى جانبه فقال آدم من أنت لم تكون هنا قبل أن أنام فقالت حواء نعم فسأل آدم هل جئت خلال نومي فأجابته حواء نعم فقال آدم من أين جئتي قالت حواء جئت من نفسك وأنت نائم خلقني الله من ضلعك فسألها آدم ولماذا فعل ذلك فأجابت حواء لتسكن إلي فقال آدم الحمد لله كنت أشعر بالوحدة فقالت حواء سألتني الملائكة عن اسمي قبل أن أنام ولكن ما أدري ما أجيب فقال آدم سأسميك حواء لأنك خلقت مني وأنا إنسان حي ثم قال الله له أسكن أنت وزوجك الجنة ولكن الله حذره أن يقرب من هذه الشجرة أو أن يسمع كلام إبليس فيخدعه لأن إبليس يحسده وهو عدو له ولزوجه توعد إبليس لآدم أنه سينتقم منه هو وذريته بل إنه جاهر أمام رب العزة بهذا الوعيد وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم وسلاح إبليس هو الغواية والإغراء والوسوسة ووصف الحق تعالى كيد الشيطان بأنه ضعيف وقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا امرح يا آدم امرح وتمتع أنت وزوجك تمتع قبل أن تحرم منها إلى الأبد سأدعوهما ليأكل من تلك الشجرة وعندها وعندها ستشقى يا آدم ستشقى وسوف تطرد من الجنة أنت وزوجك هل لا هل لا رأيتما أشجار الجنة كلها يقول آدم نعم رأيناها جميعا وأكلنا من ثمارها أكلتم من ثمارها ما فائدة ذلك ما فائدة هو أنتما لم تأكل من شجرة الخلد إنها شجرة الملك الملك الدائم والحياة الأبدية وعندما تأكلان من ثمارها تصبحان ملكين في الجنة يقول آدم لقد نهانا ربنا عن الاقتراب منها لو لم تكن شجرة الخلود لما نهاكما عنها إنني أنصحكما أن تأكل منها عندها عندها سوف تصيران ملكين لن تموت أبدا ستصبحان خالدين تنعمان في الجنة إلى الآبد قال آدم كيف أعصي ربي لا لن أفعل فانصرف إبليس عنهما غير يائس فقد عزم على أمر ولا بد من إبرامه عزم على الانتقام من آدم ولكنه وجده لم ينسى بعد ميثاق ربه ولكي يحقق اللعين هدفه في إضلال بني البشر كان لابد أن يبدأ بأبي البشر فيخرجه وزوجه من نعيم الجنة إلى شقاء الأرض ومكابدة الحياة فيها وجاءهما الشيطان للمرة الثانية بالمكر والخديعة والله إني لحزين ومهموم لأجلك يا آدم فإنك إذا ضللت على هذا الحال فستخرج مما أنت فيه إلى ما أكرهه لك نسي آدم تحذير الله عز وجل له من إبليس وعدوته وغره وتظاهر إبليس بالعطف عليه والحزن لأجله كما زعم فقال لإبليس وما الحيلة حتى لا أخرج مما أنا فيه من النعيم الحيلة الحيلة معك أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أشر إبليس إلى الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عن الأكل منها وتابع قائلا ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين واطمأن آدم إلى إبليس اللعين مع أنه عدوه المبين ثم تذكر وقال أحقا ما تقول أقسم بالله إني لك يا آدم لمن الناصحين تأكل من الشجرة أنت وزوجك فتصير معا في الجنة إلى الأبد لم يظن آدم أن مخلوقا لله تعالى يحلف بالله كذبا ولذلك صدق إبليس وفي تلك اللحظة الرهيبة نسي آدم الميثاق الذي أخذه الله عليه فكر في نفسه أنه يستطيع أن يبقى ذاكرا لله وفي نفس الوقت يعيش حياة الخلود في تلك اللحظات المثيرة مد آدم وحواء يديهما واقتطف من ثمار الشجرة وأكل منها لقد فعلتها فعلتها خدعك إبليس يا آدم أيها المخلوق الترابي الضعيف أصبحنا جميعا عصا خدعتك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين نسي آدم ميثاق ربه ولم ينجح في أول اختبار له فكان ضحية لخداع إبليس أكل آدم من الشجرة المحرمة وكذلك فعلت حواء في تلك اللحظة حدث شيء عجيب تساقطت عنهما ثياب الجنة أصبح عريانين وبدت لهما سوآتهما وكانا يشعران بالخجل من نفسيهما فذهبا يصنعان ثوبا من أوراق شجر الجنة يستر ما بدى من سوآتهما شعرى بالندم والخوف والخجل لقد ارتكب المعصية ولم يسمع كلام الله وسمع كلام الشيطان الذي فر بعيدا وتركهما وحدهما بكى آدم بسبب خطيئته وبكت حواء ليتهما لم يسمع كلام الشيطان ثم قال وهما يركعان لله ندم نتوب إليك يا ربنا فاقبل توبتنا وتجاوز عن خطيئتنا وقد ورد في الحديث أنه لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك يا رب قال يا آدم خرج من جواري فبعزة لا يساكنني فيها من عصاني وبكى آدم لما سمع الأمر الإلهي بالخروج من الجنة وبكت الملائكة على هذا المخلوق التي سجدت له تكريما كان آدم قد تعلم من قبل أن المغفرة والتوبة والندم تغسل الخطايا لهذا تاب وأناب إلى الله قال الله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والمراد أي اهبطوا إلى الأرض اهبطا أنتما وإبليس إلى الأرض ستستمر العداوة بينكما وبينه سوف يستمر في خداعه لكما ولكن من يتبع أمري ومن يتبع كلماتي فسأدخله جنة الخلد أما من يكذب ويكفر فسيكون مصيره مصير الشيطان فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون هبط آدم إلى الأرض غريبا مستوحشا المكان لا أحد على هذه الأرض غيره يسير على غير هدى هو وزوجه وهنا عرف آدم أن استمرار الحياة على الأرض لا بد له من وجود تناسل وخلق أنفس من أنفس أصبح آدم جاهزا لأن يكون خليفة في الأرض يعمرها ويسكنها ولا يفسد فيها لهذا سجدت له الملائكة تصورت الملائكة في بداية الأمر أن آدم سوف يفسد بالأرض ويسفك الدماء لكن آدم يعرف أشياء لا تعرفها الملائكة ولا تعرف أن المخطئ يستطيع أن يصحح خطأه ويتوب من أجل هذا خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرض الأرض امتحان للإنسان هل يعبد الله كما أمره؟ أم يتبع خطوات الشيطان؟ كان آدم يعمل ويشقى ومعه زوجته حتى لا يموت جوعا وهكذا مضت حياتهما بين العمل والعبادة أصبحت الأرض سكنا لآدم وبنيه من بعده إلى يوم الوقت المعلوم وتمضي الأيام تل والأيام كانت حواء ترد في البطن الواحد توأمين ولدا وبنتا وفي البطن الثاني توأمين كذلك ابنا وبنتا فيحل زواج ابن البطن الأولى من ابن البطن الثانية ولكن كان هناك من لم يقبل بتلك القسمة أمسكت بك يا إقليمة أفلتت منك ثانية لن تلحق بيها هابيل ماذا تفعلان يونة؟ ألا تخافان خطر الضار والسباع؟ أخي قابيل مرحبا هيا لتشاركنا اللعب هابيل أين أنت؟ أبي يسأل عنك فلننصرف من هنا قبل أن يحل الظلام هيا سألحق بكما مع إقليمة بل ستذهب الآن معي ولا الشأن لك بإقليمة قلت هيا اهدأ يا قابيل ولا داعي لهذه الحدة سلنهدأ جميعا يا إخوة ولننصرف من هنا جميعا هيا وكان قابيل يؤذي أخاه دائما ويستغله فيجعله يحرث له الأرض إضافة إلى عمله في رعي الماشية فكان قابيل يقوم بالحرث والزراعة وهابيل يقوم بالرعي وكان آدم يتألم من ذلك ونصح ابنه قابيل فقال له كن طيبا يا قابيل مثل أخيك لا تكن شريرا إن الله لا يحب الأشرار ولكنه كان عنيدا ولا يستمع لنصائح أبيه وأصبح قابيل صيدا سهلا لحبائل الشيطان ووسوسته فأمثال قابيل هم من يبحث عنهم إبليس وأعوانه ليضلوهم عن الصراط المستقيم ألن تأتي لمساعدتي يا قابيل لقد تعبت إني أقوم بالعمل وحدي ابقى مكانك لا تأخذك به شفقة إني أخذ قيلولتي تحت ظلي هذه الشجرة ولا أشعر بالرغبة في العمل هيا واصل عملك ولا تتكاسل ولكنها أرضك أنت وأنا أريد أن أرعى غنمي وأخشى عليها من الذئاب والسباع ما هذا ما هذا كيف تجرأ عليك هذا الهر يا قابيل كيف لا لا إنه لا يكن لك أي احترام ولا يهابك كن حازما مع كف عن الشكوى يا هابيل وافعل ما أمرك به لو كنت تحسن معاملتي لأديت هذا العمل عن طيب خاطر هداك الله يا أخي هداك الله هل سمعت ما قاله؟ هل سمعت؟ قابيل إنه يسبك لا 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 لقد تجاوز حدوده معك ولا بد من تأديبه هيا هيا انهض ولا تأخذك به رحمة هيا بماذا كنت ترخي وتثبت ويهلعين أسمعني صوتك هيا انهض نعم نعم هكذا يا عزيزي كي يعلم أنك الأقوى والأفضل نعم حتى يخشاك ولا يعصي لك أمره كنت أدعو الله أن يهديك يا أخي وأن ينجيك من الشيطان إنها المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يخوضونها على علم والعاقبة مكشوفة لهم في وعد الله الصادق الواضح المبين وعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم وقد شاءت رحمة الله أن لا يدعهم جاهلين ولا غافلين فأرسل إليهم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين قابيل يكره أن يراني مع أخي هابيل ويتعمد إهانته أمامي لا أظن أن الأمر يتعلق بك يا أختا كل ما في الأمر أن قابيل يشعر أن أخاه هو المقرب لأبينا وهذا ما يضايقه أتمنى أن لا يتعب الأمر ما تقولين ولكن القلق ينتابني خوفا من حدوث شيء بينهما اترد هذه الأفكار السيئة يا حبيبتي واهدئي هيا هيا بنا دعني واهدئي الآن يا ليبود وسألحق بك بعد قليل قل قل واشرب وتمتع يا آدم لا أحتنكن ذريتك سأقعد لهم بالمرصاد ستكون لي أنا أيضا ذرية تملأ الأرض هو أتباع يتبعون أمري ويفسد عليكم حياتكم ولما كبر أبناء آدم قرر أن يزوجهم لكي يستمر نسل البشر على الأرض وكانت حكمة الله أن يزوج كل واحد من أخت التوأم الآخر فكان على قابيل أن يتزوج من ليبودة وهبيل يتزوج من إقليمة وهذا ما جعل الحقد والغيرة تشتعل في قلب قابيل أرد إبليس أن يدفع جميع البشر من آدم وذريته إلى المعصية وأن يشعل بينهم العداوة والبغضاء فراح يوسوس لأبناء آدم حتى استطاع أن يوقع الفتنة بينهم ويشعل نار العداوة والشقاق بين الإخوة جميعا أكاد أشم رائحة الدم وقد غطت كل مكان في الأرض يا زيتونة ماذا تقصدين يا ياقوتة؟ إنه سلسال الدم بين ذرية آدم سلسال لن ينتهي حتى قيام الساعة لقد صدق ظن إبليس فيهم وستكون الخطيئة الأولى التي لن يغفرها الله إنه الصراع الأزالي بين الخير والشر طالما وجد إبليس على هذه الأرض إلى متى هذا التخصم بينكما يا إخوة؟ أما أنا الأوان لتصفى قلوبكما؟ أنا لا أحمل أي ضغينة تجاه أخي قابيل بالعكس أنا أحمل له كل الحب والود لم تصفى القلوب حتى يعود الحق لأصحابه أي حق يا قابيل؟ إقليمة توأمي وأنا أحق بها آه ليتني اختفيت من على وجه الأرض ولا أرى ما يحدث بينكما أنت تريد أن تأخذ ما ليس لك هل أحدثك مرة أخرى عن ما سنه أبونا وأصبح عرفا؟ وأنا لا أعترف بهذا العرف يا هبيل إن قابيل يعلم جيدا أنك الأحق بتوأمه فلهذا يكرهك ويحقد عليك ابتعدي أيتها الأفكار والهب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم يا قابيل لابد أن تحسم هذا الموقف لصالحك مهما كلفك الأمر لا تكن طيبا هكذا يا هبيل فأنت الأحق بإقليمة الجميلة دافع عن حقك وإقليمة من حقك أنت أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم أراد قابيل أن يستأثر بأخته وتوأمه ورفض زواجها من هبيل فكان القربان هو الحل فأيهما قبل الله قربانه فهو الأحق بها أبي أنا لا أريد أن أعصي لك أمره ولكني لا أوافق على فكرة القربان أخي من سيتقبل قربانه ستكون إقليمة زوجته لا لن أسلم لن أسلم قابيل قابيل إلى أين أنت ذاهب قابيل قابيل أبي جئت إليك أطلب الصفح عن ما بدر مني في ساعة الغضب يمسح آدم على رأس ابنه ناصحا إياه بالابتعاد عن طريق الشيطان إن الشيطان نزغ بيني وبين أخي هابيل فيروي له آدم كيف أن الشيطان يترصد من يتمكن الحسد والطمع من قلبه وحذر آدم عليه السلام ابنه قابيل من هاتين الخصلتين أبي لن يتمكن الشيطان مني لقد قبلت بحكمك قبلت بالقربان فادعوا الله لي يا أبي امتثل الأخوان قابيل وهابيل لما حكم به آدم عليه السلام بأن يقدم كل منهما قربانا بعد أن أوحى له الله بذلك حتى ينتهي الخلاف بين الأخوين وها هو هابيل يتخير من أغنامه أثمنها وأملحها ليقدمها إلى الله قربانا ترى ماذا ينويين؟ إنه ينتقي أعواد القمح ليقدمها قربانا قابيل أيضا أعد قربانا؟ ماذا أعد؟ أعوادا من القمح فلنترقب من ستقبل السماء أو قربانا؟ لا شيء لدي سوى أعواد القمح أقدمها قربانا ماذا تفعل يا قابيل؟ كما ترين أعد قرباني لقد أحسن هابيل اختيار قربانه قابيل أيها الأحمق ما هذا الذي تحمله؟ إنها أعواد قمح يابسة إبليس وجنوده يشعلون نار الكراهية والضغين بين الأخوين ها هم يترقبون ما سيحدث لقد نجح إبليس في إغواء قابيل وإضلاله ومضى الاثنان إلى التلال وراح هابيل يسوق كبشه وتركه فوق التل وراح هابيل يسجد متضرعا لله أن يقبل قربانه وصعد قابيل التل وألقى بكوم القمح بالقرب من كبش هابيل وقد بدى عصبيا لا يدري ماذا يفعل ولم يتقبل قابيل رفض الله قربانه برضا وخضوع بل واجهه بتمرد واحتجاج واتجه إلى البغي والعدوان فبدأ بالتهديد والوعيد لأخيه المؤمن قائلا لا أقتلنك في لهجة تنضح بالحقد والحسد الطاغي الذي ينفجر في صدره كالحمم ناسيا أنه حكم الله وقضاؤه ولكنه الحسد ذلك الحسد الذي يواجه فيه الحسد المحسود من غير ذنب جناه إلا أن الله أنعم عليه ولم ينعم على الحسد هابيل أين قابيل؟ لا أدري إلى أين ذهب لم يرضى بحكم القربان وتوعدني بالقتل ما ستقول؟ ما سمعته يا إقليمة قالها في لحظة غضب مؤكد أنه لا يعني ذلك لا مددت إليه يدي فأبى ووعدني بالقتل نظرة عينيه أخافتني أدعو الله أن يعود إلى رشده دعا آدم لهابيل أن يتقبل الله قربانا ولم يدعو لك لقد خدعوك كلهم تآمر عليك أيها المسكين وماذا عسايا أفعل الآن؟ خذ حقك بيدك ولا تستسلم لقد هجرتهم هجرت الجميع ولن أعود إليهم لا 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 يا قابيل يجب أن تعود ولكن لا بأس أن تختلي بنفسك بعض الوقت لتعيد ترتيب أفكارك ثم بعدها ماذا بعدها؟ بعدها تعود لتأخذ حقك حقك الذي سلبوه منك إقليمة إقليمة لم تعد لي ولكن لا ستكون لي نعم إقليمة لي وحدي وحدي أنا لا أعرف سوى كلمة واحدة سأقتلك يا هابيل قلت هذا كثيرا أنت أجبن من أن تقتل ركت تظاهر بالشجاعة اعلم أنني لا أخافك حقدك وحسدك جعل منك شيئا حقيرا تافه النفس لا تنصت إليه ونفذ ما عزمت علي اقتله يا قبيل اقتله كي تفوز بحبيبتك إقليمة ألقي بهذا الحجر الذي بيدك إنني أعيذك أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من الظالمين اقتله الآن اقتله لقد أخذ منك إقليمة هل نسيت؟ سأقتلك يا هابيل مرة أخرى أقولها لك لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ولكن هذه الكلمات الرقيقة المفعمة بالإيمان لم تنفذ إلى قلب قبيل القاسي الذي أوصد أذنيه أمام توسلات أخيه وجمد قلبه من كل مشاعر الحب والرحمة يا أخي لقد ظلمت نفسك يا أخي هابيل أخي أخي أفق أفق يا هابيل 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 هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها أقدم ليتقطع قلبك حسرات على بنيك أقدم يا آدم تبدل حال قابيل فزال عنه الغضب وركبه الخوف ترقب بلهفة أن ينهض أخوه أو يتحرك إنحنى فوقه وأخذ يهزه برفق ولكن لم يستجب ناداه برجاء فلم يستجب تطلع حوله خائفا ولكن لم يكن هناك من حي إلا الأغنام التي تبعثرت في الوادي بعد أن غاب رعيها شعر آدم بالحزن والقلق وأدرك أن شيئا ما قد حدث حين رأى أغنام هابيل مبعثرة في الوادي دون راع وأخذ ينادي على ابنه هابيل لكن أحدا لم يجب أدرك آدم ساعتها كل شيء وعرف أن قابيل قتل أخاه إنها البداية فقط يا آدم فلينفطر قلبك على ولدك هابيل حقق إبليس وعده أظلمت الدنيا في وجه قابيل وسؤال واحد كان يدور في ذهنه ويرح عليه بشدة ولا يجد إجابة عليه كيف يخفي جثة أخيه وبينما هو غارق في مخاوفه وأفكاره رأى أمامه شيئا عجيبا ما أحزنه من مشهد قابيل لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه ما كان أغناه أن يعيش هذه اللحظة البائسة فلتعض أصابع الندم أيها البن العاق على ما أجرمته في حق أخيك خدعه إبليس وأضله ثم تخلى عنه ما أشد لوعة قلب آدم وحواء على مخاوفه دعينا نشاهد ماذا سيفعل هذا الشقي يا ويلتي يا ويلتي أحجست أن أكون مثل هذا القراب فواري سوءة أخي إنه الخسران المبين يا قابيل الخسران المبين واتنوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين بكى قابيل كثيرا لأنه قتل أخاه وبكى لأنه كان عاجزا قليل الحيلة وهو يحمل أخاه ولا يدري ماذا يفعل به فأرسل الله إليه الغراب ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه هنا أدرك قابيل كم هو جاهل لا يعرف شيئا وأن الله أرسل إليه ذلك الغراب ليتعلم منه كيف يواري سوءة أخيه اندلع حزن قابيل على أخيه هابيل كالنار فأحرقه الندم واكتشف أنه الأسوأ والأضعف وأنه قتل الأفضل والأقوى هنا حزن آدم حزنا شديدا على خسارته في ولديه مات أحدهما وكسب الشيطان الآخر وهكذا نأتي إلى نهاية قصة آدم عليه السلام في صراعه هو وأبنائه مع إبليس العين وقصة هابيل وقابيل التي تلخص لنا قصة البشرية منذ فجر الإنسانية